بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلاب. ان شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الاول من الفصل الخامس لمكره هندسة البرمجيات. في الجزء دي يا جماعة نتكلم عن موضوع اسمه system modeling او نمزاجة النظام. نشوف مع بعض. الاجزاء اللي انا اخدها هساوها ان شاء الله في هذا الفصل. او نمازج المواقف او situation ساعات بيسموها situation موديلز. انتر اكشن موديلز. النمازج التفاعلية. النمازج الهيكلية. النمازج اللي هي ايه تعتمد على التصرف او في تصرف في موقف محدد. جميل. نشوف مع بعض يعني ايه system modeling. باختصار يا جماعة كلمة system modeling معناها نموذج للنظام. معناها انك انت بتعمل برنامج بسيط يعبر عن ال الاساسية اللي هيقوم بها النظام. هذا النموذج البسيط او هذا البرنامج البسيط لا يعبر عن نظام كامل. لأ. يعني ليس فيه مواصفات النظام كله. ولكن بنخرج منه كده نموذج حاجة simple او حاجة تشبه النظام بحيث نوريها لمن؟ للمستخدم علشان يشوف النظام ده هيشتغل ازاي. طيب هل ممكن ان يعتمد عليها؟ لا ما يعتمدش عليها. ليه؟ لانها مش كاملة. ده برنامج كده تجريبي كده بسيط خالص بيعبر عن مين السيستم او الفانكشن الاساسية للنظام. ولكن لا يمكن الاعتمال عليها. مجرد بس توضيح النظام ده هيشتغل ازاي؟ بأي طريقة. تمام؟ وفي قودة فيها ميزة كويسة جدا ايه هو؟ ان الاقدر اليوزر او الكاستمر يشوف البرنامج هيقوم بايه؟ بالمهام الاساسية ازاي؟ من الاول من البداية كانها موذج. معاي؟ ولكن لا يمكن ان احنا نديه بقى لليوزر نقوله تفضل يشتغل عليه خلاص لا ما ينفعش. ده مجرد نموذج فقط. فهمنا يعني ايه؟ طيب. خلي بالكوا بقى احنا بنلجأ للنمازج عشان نقدر ايه؟ عشان نقدر نورده لليوزر هو هيشوف ايه؟ ايه الفانكشن الاساسية في البرنامج. طيب. نقدر بقى نحط الكلام اساسي ايه هو؟ احنا بقى بندرس ايه مع بعض او هنشوف ايه؟ بيقولك خلي بالك ان اتش موديل كل نموذج بيتعمل اه ها بريزينتك بيمثل اديفرنت فيو او البرسبكتو او بزاتزي سيستم يعني احنا السيستم الواحد ممكن نعمل له اكتر من نموذج كل نموذج بيعبر عن رؤيا على هذا ايه على هذا السيستم. يعني ممكن نعمل على سبيل المثال برنامج صغير يعبر عن فانكشن رقم واحد النظام بيقوم 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 طيب. برضو نموذج صغير بيعبر عن فانكشن رقم اثنين اللي ايه؟ اللي السيستم هيقوم بيها. يعني ممكن نقسم الفانكشن اللي نموذج صغيرة كل النموذج يعبر عن وظيفة معينة للنظام. اوك يا جماعة جميل. طيب. نكمل كلامنا مع بعض وبنقول ايه بقى? بنقول احنا با شغلنا برضو هيعتمد على graphical representation تمثيل هيه جرافيك ليه ايه? لهذا النموذج علشان ايه نوصف النظام وبالغة بيسموها unified modeling language او ايه اختصارها UML. اذا نتوقع بقى ان شاء الله. واحنا بندرس هندرس ازاي تعمل نموذج لكن برسومات بجرافيكس. معايا؟ طيب. بيقول ايه بقى? بيقول ان السيستم مودلينج يعني ايه مستو? انه بي ايه؟ بيساعد اللي بيحل النظام انه ايه؟ انه ايه؟ يفهم ويوصف الفانكشن بتاعة نظام توصيف كويس. بنسبة مين؟ للكاستمر. ويقدر يتصل معاه ويتكلم معاك بطريقة سهلة وواضحة. الكاستمر يقدر يفهمه. يعني اللي بيقوم بالنظام ويقدر يطور النظام. يقدر يوصل للمستخدم. صورة النظام هيبقى شكلها عملي ازاي في الاول. الكاستمر يبدأ يفهم هو راجل ده بيعمل ايه؟ مش كده؟ اه. عشان كده ابنوا كده مع بعض. system modeling. help the analysts. الراجل اللي بيحلل. to understand the functionality. عشان يفهم ايه؟ الوظيفة النظام. وفي نفس الوقت بيستخدم لي communicate with customers. عشان يتصل بمين؟ بالمستخدمين ويفهمهم البرنامج ده هيشتغل ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.